وزير التموين يكشف نوع التطبيق الدعم النقدي لرغيف العيش. قال الدكتور على المصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماع لجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن امله في ان تتحرك الحكومة والبرلمان بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط على منظومة الخبز. وبحسب المصرحي سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابس للدقيق الحر على ان يحصل عليهم مواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين. وتابع المصرحي ان منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السرع التموينية. وستتم وضع التكلفة المالية لعدد الرغيفة المحددة للمواطن في كابتة فلوس. ونتمنى ان نتحول للدعم النقدي المشروط في في رغيف العيش بعدما تستكر الامور. واشار المصرحي الى الى عدم انتظام سعر الخبز الحر قائلا الامح حر ومع الازمة ظهرت ممارسات غير سليمة. من القطاع الخاص واشتغلوا على السعر مع انه مستورد بسعر عادي. مضيفا ان انا قلت انني لست مع التسعير الامباري في التوقيطات العادية. لكن في وقت وقت الازمات ممكن نستهدف اجراءات لضبط السوق. وتابع المصرحي اخذنا في اعتبرنا منع تصدير بعض السلع او تسعير البعض. بصفة اموقاتها مع الرقابة نستطيع ان نهدي التأسير الدار لبعض الذين يستغلون الاوضاع مضيفا. عقدنا اجتماعا مع رؤساء مباحث التنوين والرقابة التنوينية وحماية المستهلك. وعملنا لجانة مشتركة للتحرك مع اه بعضهم البعض. قد تكون القوة الموجودة غير كافية للساعترة على كل الاسواق والمخالفات. بسبب الاعداد والمواطن جزء من هذه الحالة. وتأتي لنا الشكوى تمانين في مية منها صحيحة. واتمنى يستمر التعاون. وقال وزير التأمين لو رجع نتارة اسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير. ناس مستخدمة دقيق كان يباع التن باتناشر الف. وانخفض الى حداشر الف. ثم الى عشرة تلاف ومتين جنيه. ثم الى تسعة تلاف وحاليا انا بنزله بتمن تلاف وستمائة جنيه. وما فيش مخلوق هيقدر ينزله باقل من ذلك. واضاف انه لا يمكن ان هو يقدر اه ان يعطي كل المنظومة في نفس الوقت. هيشغل المخابز من غدا بدأنا في القاهرة والجيزة والالوبية بعد شوية هتم التشغيل للبحيرة ومحافظات اخرى. واضاف اخيرا نبود من الرقابة على المطاحن والمخابز. فهذا يعني بنتكلم عن الاتاحة وكافة السلع الاساسية المتوفرة. هو ما جعلنا في مأمن عما يحدث مع تكسيف الرقابة. ده كان تصريح لوزير التومين الدكتور علم مزرحي عن امكانية او وقت تطبيق الدعم النقد الرقيف الغبز والله اشار اليه اه في هزيج جزئية وقال ان هو طبعا بيأمل فيه اه ان البرلمان يبدأ يتحرك اه والحكومة بعد انتهاء الازمة الحالية اللي طبعا انه يقصب بها الوقت الاقتصادي. اه طبعا انه هو على مستوى العالم وطبعا بيعود بالتالي على مصر بعد انتهاء هذه الازمة يعني يعني من الممكن يتم تطبيق الدعم النقدي الغد مشروط على منزومة الخبز ويكون بالضبط زي منزومة السلع التنمونية ويهي طبعا اللي بيتم طبعا هيتم التعامل مع نفس آآ رخيف اللي العيش وبعنا اصح هيكون بنفس طريقة السلع التنمونية. ده كان موضوع عن الدكتور علم مزرحي بالنسبة لتطبيق الدعم النقدي على رخيف المخبز. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة